اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد ولو اعجبك الفيديو او استفدت منه بمعلومات لا تنسي دعمنا بلايك او مشاركة للفيديو دواعي استعمال هوبتيتوكس تشمل دواعي استعمال هوبتيتوكس ارتفاع ضغط الدم الاعراض الانسحابية النتيجة عن ادمان العقاقير الافيونية اقرد ادارة الغذاء والدواعي الامريكية لاستخدام مادة هوبتيتوكس لتخفيف من الاعراض الانسحابية التي يعانيها المدمن من جراء التوقف المفاجئ عن تعاطي العقاقير الافيونية ما هي موانع استخدام الدم هوبتيتوكس لا تستخدم الدواع اذا كنت تعاني من اي رد فعل تحسير تجاه اي مكون من مكونات الدواع للتأكد من ان هوبتيتوكس امن لك ينبغي لك ان تخبر الطبيب ان كنت تعاني ضغط الدم المنخفض بطء ضربات القلب السكتة الدماغية اختلال مستويات الكهار في الجسم مثل انخفاض مستويات البوتاسيوم او المغنيسيوم في الجسم مرضا قلبيا مرضا كلويا مرضا كبديا مصائح المريض عند استخدام هوبتيتوكس لا تستخدم هذا الدواع الى تحت اشراف الطبيب وتجنب القيادة والالاء المهام الخطرة حتى تختبر كيف تؤثر هوبتيتوكس فيك يسبب دواء هبتيتوكس الدوار والنعاس ولذلك يجب التجنب الوقوف المفاجئ بعد الجلوس او استلقاء يجب عليك عدم التعرض للحرارة الشديدة او الجفاف الجاي تتجنب الاصابة بالانخفاض ضغط الدم يجب عليك الى التوقف فجأة عن تناول دواء اذا يسبب توقف المفاجئ الاعراض التالية ارتفاع ضغط الدم الام الزراعين او الصاقين القشعريرة صعوبات في النوم التعرق المفرط قد تسبب هذا الدواء اثار جانبية خطيرة قد تؤثر في القلب او الاوعاء الدموية لذا اتصل بالطبيب فورا ان واجهت اي من الاعراض الاتية بطء ضربات القلب الدوار الشديد الاغماء لمنع هذا الدواء كل الاثار الانتحابية التي يعانيها المريض مثل الصعوب الغسيان والام المعدة وضعوبات النوم ولذا ينبغي مراكبة المرضى في اثناء فترة الاقلاع عن الادماء قد تصبح اكثر حساسية تجاه تأثيرات العقاقير الاثيونية بعد المرور فترة طويلة عام من الاجلاع عنها وهو ما يزيد من خطر اصابتك باعراض الجرعة الزائدة والموت الاثار الجانبية الدوار النعاس جفاف الفم انخفاض ضغط الدم صعوبات في النوم الخمول طنين المتواصلان في الازن وجدان السمع والقلق الاسهال التعرق المفرط المنفساقين او الزراعين كتسبب هذا الدواء اثار جانبية خطيرة ولذا لا تتردد في استشارة الطبيب اذا وجهت اي من الاعراض الاتية صعوبة في التنفس تورم الوجه والشفاه واللسان والحلق بطء القلب الدوار الشديد النعاس الشديد الشعور بعدم الاتزان وكأنك على وشك الاغماء ماذا لو فاتتني الجرعة اذا فاتت الجرعة تناولها في اقرب وقت ممكن ولكن لتتناول الجرعتين معا تخطى الجرعة في اتة اذا حان موعد الجرعة التالية ماذا لو تناولت جرعة زائدة يجب الاتصال بالطوارئ فوقا فورا لتحصل على مساعدة طبية طارئة اذا وجهت الاعراض الاتاتية الاغماء صعوبة في التنفس